لماذا نحن معا بيجينا تهديدات غير مباشرة؟ معا بيجينا تانين ممكن أعمل خلاف إذا ما بدي يكون فيه حديث بوفق يمكن أعمل خلاف عبسين فيه تجمعات بالداخل السوري بيجمعوهم خمسمائة شخص، ألف شخص، ميتين شخص يمكن شخص مخبر يعطينا إفادة ينمنعوا أساساً من الفوطي على لبنان مطلوب أربعين ألف عنصر طي يضبطوه مية بالمية المتوفر 8000 عنصرة بيتناوى بولال مع نهار تم توقيف 82 بقضايا إرهاب وتم توقيف عشرات من حملة السلاح بيشرفني اتهم أي واحد يتلكع عن المسؤولية الوطنية الحل الشامل هو بأخذ المقرار بمواجهة قرارات الأمم المتحدة والمفوضية أنا أخشى أن يكون هناك تحضير لخلايا تبقى نائمة إساعة السورية معالي وزير المهجرين عيسام شرف الدين هلو سهلة فيك بالإطلال الأولى عبد الليبانان أنت شكراً لكم على الاستضافة معاليك بداية رح بلش معك بملف النازحين السوريين هيدا الملف يلي أصبح الاكتار بيعتبروه بدأ يشكل خطر على لبنان واللبنانيين أين أصبح هيدا الملف؟ كما تعلمين وفي صفتي كوزير مهجرين معني بهيدا الموضوع بشكل مباشر نعم من سنة وستة شهور عم جرب حرك الملف أكتر وأكتر وأكتر بالتعاون مع الزملاء المعنيين بهيدا الملف للأسف فيه تعامل بخجل بهيدا الملف والسبب معروف الضغط الغربي على رأسه أمريكا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل عام عبينعكس على المفوضية يلي عبتياخد قرارات ترغيب وترهيب يلي عبتحفز النازح يضلوا بلبنان وين صار الملف؟ بكل اجتماعات الأخيرة وبعد النزوح الجديد يلي كان عامل مساعد لألنا أنه نرجع نضغط ونحكي بشكل جدي ونحكي بوافد رسمة لأنه شو ما عملت على الحدود اللبنانية وإذا بدك بحكيكي أرقام بتبين أنه لا غنى عن ضبط الحدود من الناحية السورية من جانب السورية سيما أنه نحنا في عنا نقص بالعديد عندي جيش اللبناني يلي يشكر الله يحمي العناصر ويحمي الجيش مطلوب أربعين ألف عنصر طي يضبطوه مية بالمية المتوفر 8000 عنصر بيت ناوى بولال مع نهار بالظروف الصعبة المناخية يعني بالبرد وبالشوب وبالتحذير وبالظروف الاقتصادية اللي هو راتب وأنجاكي يقدر يوصلوا على بيته إذا بدوا ياخد معزونية أربع مرات وبالتالي لابد من وفد رسمي إلى سوريا بيرحق حكينا مجلس الوزراء وكنا وصلنا لقرار من شهرين وتشكل وفد وتخذ قرار رسمي بيترقس الوفد الوزير عبدالله أبو حبيب للأسف بعد شهر ونص اتنحى الوزير أبو حبيب رجعنا للمربع الأول بينما اجتمعنا تاني مرة وبينما اتخذ قرار باللقاء التشاوري بالدمان أنه أطلع أنا والوزير هكتور واللواء البيصري مدير عام الأمن العام بالإنابة بلغنا بلغنا الوزير هكتور واستدعي إلى اجتماع بـ 24 أب 23 أب كان يوم أربعان للأسف ما حضر الوزير هكتور إن شاء الله التنين بي اجتماع التنين فيه اجتماع متخصص لهيدا الموضوع بند وحيد هو ملف الناس حين أنا عفو رح يكون فيه الهيئات الأمنية كلها وبدنا نحكي وأنا رح أصر إنه موضوع الوفده أساسي ما بدنا نعمل عملية تجزئة وحلول ترقيعية هون وهون وهون بنا نحكي بحل جذري مع الدولة السورية لأنه عم يصير فيه تجمعات بالداخل السوري بيجمعوهم 500 شخص 1000 شخص 200 شخص إذا كان فيه عين مراقبة من جوه يمكن شخص مخبر يعطينا إفادة ينمنعه أساسا من الفوطي على لبنان بعد ما نجي نتعذب جزء ما نوقفه جزء ما نشوفه ومنرجع ونعمل قرار قضائي ومن رجعوا على سوريا وبتياخد قصة كبيرة لأنه فيه تفاصيل ترجيع ليش سهل وليس هناك متوفر سجون تتوقف هالأعداد وفي منهم مع بخزقوا الهوية كرمين ما يرجعوا كرمين ما يرجعوا وتيحموا حالا من الرجعة لأنه جيش السوري لمن عبي سلمون حرس الحدود أحيانا عبي يعترضوا أنه هيدا يمكن ما يكون سوريا ما معه هوية لوما إسرار وعظيمة الجيش وقيادة الجيش كان عنا مشكلة كبيرة بهذا الموضوع نعم قبل ما ننتقل على الصراع الداخلي اللي عم بيصير بين الوزراء مع العلم أنه لازم يكونوا إيد وحدة ليحلوا هيدا الملف ليش دائما بتحكي عن طواطئ غربة وأمريكي كرميل هيدا ملف النزوح السوري الخلافات بالرأي بتصير دائما بتصير طبعا بس أنا كل إمكانياتي حطيتها بتصرف أي واحد يترقص وفد وعنك بتمنى رئيس الحكومية يترقص الوفد على سلطة بغياب رئيس الجمهورية بيكون في تفاوت بالأراء يعني زملائنا بالطيار هني معنيين ما بيحضروا جلسة مجلس وزراء لأنه بيعتبروا أنه هيدا مش نثاقية بغياب رئيس الجمهورية أنا عائلة كان رأيي آخر إنه ما يكون في ملف مثل ملف النازحين ما فيك تعملي فيه مرسوم جوال أو بديك تناكشي موازنة ما فيك تعمل بديك تحضري هيدا كان الخلاف الأساسي بيني وبين الوزراء اللي هني أربع معنيين بهيدا الملف بداخل جلسة عوت النازحين فيه أربع وزراء معنيين إن شاء الله يكون اقتنعه ورح يحضر التنين الوزير الهيكتور بالنسبة لوزير الخارجية ما بعرف شو عنده مشاريع يعني اتهمته سابقا لوزير الخارجية أبو حبيب إنه مرهون للخارج هو أعطى هالانتباع هو تسلم بمهمة وطنية بملف كتير حساس هو يعتبر رئيس الدبلوماسية بلبنان شغلة مش مزاج بيجي بعد شهر ونص بيعلن تنحي تترجع تجتمع مرة تانية وتعملي وفد جديد أخذت معنا كمان شهر المدارس على البواب سجلوا الطلاب وخسرنا موسم وهيضا الموضوع بيشرفني اتهم أي واحد يتلكأ عن المسؤولية الوطنية مين ما كان يقول هل بتعتقد هناك مصالح خاصة لا أبو حبيب وغيره حتى اللي عم يندفعوا له أو يتلكأوا بهيدا الملف في مراعاة لوضعهم يعني نحن السفيرة شية وجهت أسبوع الماضي بموضوع يونيفل لما كان أبو حبيب عم يفاوض بنيويورك إنه قد يكون تقاعد تبعك بأمريكا غير مريح يعني شو بتفهمي فيه إملئات فيه محاولة تفرض وصاية علينا البعض بيمتسلوا البعض يتراجعوا والبعض بيكفوا ليش نحن معا بجينا تهديدات غير مباشرة معا بيجينا مصائح عم يهديدوك لحضرتك مباشرة مصائح وتهديدات يعني شفت لك بالملف من الغرب من الخارج يعني؟ طبعا طبعا شو مرة أو لا سمح الله شو مرة رح تخضع لهيدي التهديدات؟ عوزوا بالله أنا فايت بالملف فايت للآخر لأنه التهديدات اللي نحن بنا نعيشها بعدين وعم شوف بمخيم عين الحلوي وشو صار بمخيم نهر البارد في عندك 160 مخيم بلبنان نعم كدح نحكي وهو شباب اللي إجوا مؤخرا نزحين وجوده شباب رحوا على المخيمات في منهم حازن لن شركات الشبكات طبعا التهريب يروحوا على أوروبا وأنا مش ضدها الشي خلي نفتح نحنا البحر كله يعني 225 كم نفتحها كلها يطلعوا على أوروبا ما عنا مشكلة بديك قرار سياسي القرار سياسي بالحل إذا بتاخد الحلول بتسهل كتير كتير التفقيات الدولية بتحمينا من جهة المفوضية بيعرفوا فيه اتفاقيات لبنان ما مضي عليها وبالتالي لبنان ليس بلد نجوء أما اللاجئين السياسيين إنه جزء بسيط من المليونين و 200 ألف هودي مسؤولية المفوضية تاخدهم على دول تدعي حقوق الإنسان نعم كمان داتا النازحين لكم فترة بتطالبوا فيها بعد لا هلأ ما قدرت الحكومة تحصل عليها داتا النازحين عملوا منا شماعة يعني إنه ما في داتا نازحين ما تحكوا بالعودة هيدا كان زريعة للمماطلة نحنا بخططنا كوزارة المهاجرين بتالت بنت عم نحكي سنبدأ بالمخيمة ونحنا مع المجرية الأمن العام من ضمن الإعادة الطوعية نحنا منفوت ومنعمل جاتا نحنا منفوت على المخيمة نبدأ من المخيمات أول هدف هو تفكيك المخيمات بعدين نجي للسقطني بالإحياء وبالمدن وبالقرب ليه تفكيك المخيمات لسبب واضح وبسيط ذكرت لك السبب غير السبب الاقتصادي والتربة والبيئة لسبب الأمنة مشين المستقبل ما يفرخ عنا خلية يتم استغلالها هل بتتخوف من سيناريو عين الحلوة يعني ينتقل لمخيمات السوريين بلبنان بدن يمكن ما بتشوفيها اليوم بس عن مدى البعيد بعد عشر سنين أو عقود من الزمن ايه نعم شور رادع كمان صابقا حضرتك حكيت ومبرحة الوزير الحجار قال انه مع استمرار دخول النازحين إلى لبنان هناك خلايا إرهابية عم بتفوت مع هذه الوفود اللي عم تدخل هل هذا الشي صحيح؟ هل هناك تخوف فعلا؟ أكيد أساسا بين الموقفين بلبنان في الداخل الموجودين تم توقيف 82 بقضايا إرهاب وتم توقيف عشرات من حملة السلاح أو شو جيني عملو صح شو جيني عملو ما عليك بزيارتك الأخيرة لسوريا حضرتك وقتا قلت أنه في تجاوب وسوريا مستعدة تستقبل عدد كبير من السوريين من وقتا سرقاة يمكن شي خمسة شهر على هذه الوعود نعم أين أصبحت الوعود السورية؟ الدولة السورية أعلنت مرة واثنين وتلاتة أنهم ملتزمين بورقة التفاهم اللي عملناها واللي زدنا عليها بنود أخرى تصلح لأن تكون ورقة التفاهم لما يطلع الوفد الرسمي لما يكون في وفد رسمي ومفروض يطلع مرة واثنين وتلاتة زي رزم الأمر بتحكي بكل البنود بتتوقع بروتوكول نحن قالنا حق نعمل اتفاقية ثنائية بيننا وبين سوريا في اتفاقية موقعة أساساً الموضوع تبادل المساجين هينساها اللي بده بس يتوفق عليها في عنا 1800 سجين ممكن يكفوا محكميتهم بسوريا مع ذا اللي هني بقضايا نجوء سياسي ومحسوبين عن معارضة هاودي لا ما بتسلموا للدولة في مكتومي القيد يلي إلو حق بعد فترة يطالب بالتجنيس لأنه مكتوم القيد وهودي في منهم كثير في عنا 200 ولادة كل يوم نصفاً ما بيروحوا يسجلوا ولا بياخدوا وثيقة ولادة وعندك موضوع خدمة العالم الليدي عم بحول بين الرب العمل أنه يطلع لفوق لأنه بده يعيل عائلته وكما بده حلي مع الدولة السورية وعندك موضوع ضبط الحدود بده يكسفوا الدولة السورية تكثفوا وننسق معهم تحتى يخففوا التسريب والتهريب من عندهم بتتعالج من الأساس المشكلة نعم بهيدا الملف هل بتعتبر حضرتك أنه ما بقع عندك أصحاب بالوزارة يعني شفنا الوزير حجار من يومين طلب من حضرتك أنه تحترم وظائف غيرك ميقاتي من فترة شفنا التوتر يلي عم يحصل مع أبو حبيب نفس الموضوع يعني هل لأنه شرف الدين هو يلي عم مستلم هيدا القضية والباقي عم بخالف أو العكس أنا ضميري مرتاح مستجد يختلف مع مين ما بدك ما عندي مشكلة طالما ضميري مرتاح وعب يشتغل ما يمليه عليه الحس الوطني لنستجد يختلف مع الكل والتاني ممكن أعمل خلاف إذا ما بدك يكون فيه حديث بوفد ممكن أعمل خلاف ما عندي مشكلة اختلف أنا وياكي عم مصلحة عامة ما عم باحتلف عشي شخصي برجع بالصالح معك صحيح بهيدا الملف قديش الموقف اللبناني كان قد أي موقف موضوع النازحين هل الموقف اللبناني كان قد هيدا القضية لحديد هلأ شخصنا المرض وعرفنا وين الحل صح؟ صحيح اللي بدو يحل ما بينظر اللي بدو يحل من ضمن الوفد الرسمي بيطلع على سوريا تحتى نبلش ونفعل الأمن العامل لبناني راح مع إلى الآخر كان كتير متجاوب لو أبيسر وعملة وبراجماتيك واحد اثنين اثنين طلبت منه إذا بدي يفاوض مع السوري نحكي بشي اسمه يوم العودة بغض النظر عن القوافل نطلب من السوري حط مئات رجال الجامريك على حدود ونعمل يوم العودة مرة بالشهر يطلع لبدو يرجع بكل مقتنياته نعفين من الجمره نعفين من الضرائب يفوت سوريا وافق اللي بايسر يوافق حتى طلبت منه إذا بنا نعمل شخص سوريا بدي يطلع يشوف بيته أملاكه عائلته أرضه يشوف الوضع وافقه نعطيه كوبان خروجه عودة ما عجبه بيرجع بروح بيستطلع اللي بايسر يوافق ولكن بده قرار سياسي هيدا الموضوع برجع بكلك بده قرار سياسي من مجلس الوزراء الوزراء أغلبيتهم الساحقة ما اللي عمنا عملوه ما عم بعمل شي لما برجع له بيدال في بعض التفاصيل ممكن تزعجوا البعض بس هيدا لن تكون عائق وابدنا وسائل علامة تركز على الواحد بالمئة سلبي وتنسى التسعة وتسعين بالمئة القرار السياسي إذا ممكن تقلي بالأسماء عند مين واقف اليوم يعني هيدا الملف بيهددنا بيهددك بيهدد أهلنا يعني اليوم القرار السياسي بيقيد مين اليوم القرار السياسي بغياب رئيس الجمهورية هو عند الحكومة ما بيكفي نحط على جدوى الأعمال أو من خير جدوى الأعمال البحث بموضوع ما بيصير تجزئة بدي يكون في حل شامل والحل الشامل هو بيأخذ المقرار بمواجهة قرارات الأمم المتحدة والمفوضية ومواجهة قرار البرلمان الأوروبي وان كلهم انتوا عم تتواطقوا علينا اليوم البرلمان اللبناني كله معنا وفي اجتمع لجهة الخارجية والمقترمين كان فيه 12 نايب كلهم نحكوا بنفس الاتجاه انه فيه تواطق علينا من الأمم المتحدة ونحن حرين نتصرف مع الدولة السورية وهي دي مسؤولية الحكومة اللبنانية والرأي العام نفس الشي رأيه صحيح كيف بتوصف قرار البرلمان الأوروبي الأخير يلي مضى على بقاء النازحين في لبنان وحمايتهم هذا فيه شي اسمه معايير مزدوجة وراح عطيكي مثل هذا قرار جائر اليوم ألمانيا بتسعى بكل جهدة وحاطة إمكانيات هائلة لحتى ترجع السوري النازح حتى لو كان لاجئ سياسي يرجع ع سوريا وعن بيحطوا كل الخدمات والتسهيلات والإغراءات منوستفيدوا من العفو الرئاسي ومنحن عم نخدكم بطيارتنا ومنعطيكم راتب شهري بس رجعوا ع سوريا لأنهم بديقين منهم ألمانيا هي عضو أساسي بالاتحاد الأوروبي ع تتصرف هاك والنحية تانية بتصوت مع البرلمان الأوروبي على إبقاء النازحين في لبنان هذا اسمه دابل ستاندرد ازدواجية المعايير عيب على هاك دول تدعي حماية حكومة الإنسان تتصرف على الشيء هاك وهو ندور وزارة الخارجية وزارة المعنية بهذا الموضوع رئيس الحكومة نائب الرئيس وزير الخارجية الوزارات وزارة العدلية وزارة الديف كل الوزارات معناهين يردوا على هذا الموضوع ما منتكتف ومنقب ببيوتنا أو وراء المكاتب لأنه ما في رأي الجمهورية ولأنه ما أنا يعني وفاقية ولا دستورية لا في موضوع ملح بدك تحضر بدك تحكي بدك تثبت وجودك بدك تتصرف هيدا كان خلافي بيني وبيننا نائب جبران بسير كمان البعض اليوم وخاصة طيار عم ينتقد عمل ميقاتي وأنه هو عم يتعدى على صلاحية رئيس الجمهورية هل بتشوف هيدا الشيء صحيح أو لا لازم بهيدا الأزمة بالعكس أنه يتحرك ويتصرف أنا لست بموقع الدفاع الرئيس الحكومي بس متل ما ذكرتلك بالأول فيه إشي ما بتنعمل بمراسيم جوالي يعني لما وزير الطاقة أو وزير العدل أو أي شي بكون في عندهم مرسوم جوال أول واحد عم بمضيلهم ما بتأخر بس أنا أحب بس ده ما يكون في شي حيوي متل موضوع الباخرة والخربة اللي صارة لو حضر نص ساعة حلها المشكلة وفل ما بيصير نسيسة الكيد ما بيجون نكفي فيها يعني أنا اختلفت مع الرئيس ميقاتي كتير بس ما بقاطع أنا مؤتمع وأنا مسمى مثل جهة سيئسية ومثل البلد كله ما تضبر مظهري وفل عندك تصريح سابق كمانا بتقول فيه أنه هناك خلايا إرهابية تنتظر تعليمات الخارج أنا ذكرت أنه بدأ الاستعداد بتسليح 15 ألف بشمال شرق سوريا لاستهدافات سياسية يمكن يستعملوهم بساعة السفر على توقيت الأمريكي متل ما عدتم تسليحهم هناك أنا أخشى أن يكون هناك تحضير لخلايا تبقى نائمة لساعة السفر في لبنان باللبنان طبعا ليش مستغربة يعني؟ مين هي الجهات الخارجية التي إلها صالح تتوتر الأمن وتعمل فوضى داخل لبنان؟ نعم نتائج الحرب بسوريا اللي كان متوقع فيها تغيير النظام وكان الهدف كمان غير تغيير النظام هو تدمير سوريا والبنى التحبية بسوريا وزرع الفتنة وتغذية الطائفية وهيدي حكي عنا فلتمن دفعوا مليارات عليها وحكيت كمان على كلينتون أنه هي من اللي هني من اللي أسسوا داعش ومولوا داعش هذه الجهات هي نفسها عبتستغلوا بنفس الأسلوب بتأسيس خلايا نعم والأهداف معروف يعني في قوى ممانعة باللبنان تقول لا للأمريكي هاو عب يحضرون لفتنة يكون فيها الكل الخاسر والأمريكي والإسرائيلي متسم وضاحك ما عليك هل أنت نادم أنك تكون بي حكومة ميقاتي وأنك وحدك اليوم العالم عم بتشوف عم بتشوف أنه حضرتك تقريبا لوحدك عم بتجيبه وتحارب بهيدا الملف شوفي التجربة اللي عشتها يمكن فيها مسئولية وفيها تحدي لأنه إحنا جينا بحكومة بأصعب ظرف وزيدة على ذلك صلاحيتنا كتير ضعفة يعني صلنا تطريف أعمال يعني إشياء شكلية اللي من وقع عليها يوميا لا فينا نتابع موضوع مهجر لا فينا نتابع قرية فيها تهجير ومصالحة ولا عنا إمكانيات الحراك نادم إنه مش نادم بس كان أفضل لو كان حكومة يعني عندها إمكانيات أكبر وعندها صلاحيات أكتر وعندها يعني حضور دولي أكتر في صعوبة بالأمر مش هيني أبدا لابد إنه أيضا ناخد رأيك بيء الملف الرئاسي لوين بتشوف البلد متجه وهل بتشوف إنه هناك رئيس قريبا؟ أنا أتمنى يصير فيه رئيس بأكرب فرصة وتتغير الوزارة بأكرب فرصة ونحنا إذا عم نركز بملف النسحين والملف الاقتصادي بموضوع الموضعين طي يعرف الرئيس اللي جاية إنه في عنده حراك عب يقاتل من شين عودة النسحين وفي حراك من الموضعين عب يقاتل استعادة حقوقه ويعمل حسابه ومبادله على الأساس ويجيب رئيس مزرع على الأساس أما عمتيني بيجي أنا ما بعرف القصة مش عندي في رؤسة كتال عب يتنازعوا في كيت سياسي موجود عمره عشرات السنين يستحوا على حالهم ويشتغلوا ويحطوا مستحة الوطن فوق كل الاعتبار مش أنا شو بيطلع لي وأنا شو بيطلع لي وأنا وعدوني بعد 6 سنين يكون بدل فلان وبدل فليتين هذا الواقع اللي عمنا يشو للأسف هل بتطمح بالوزارة الجديدة إذا أراد أنك تكون كمان وزير مهجرين وتابع هيدا الملف بالوزارة الجديدة مفروض حصرة بوزارة اسمها وزارة شؤون النازحين حتى ما يصير في إرباك وتضارب صلاحيات هل أطمح؟ لا لا أطمح ولكن أطمح أنه الإنجازات اللي عملناها كلها تكون بإيدين أي شخص مخلص يكفي بهيدا الملف سؤال أخير اليوم مع امتداد الفراغ الرئاسة مع المماطلة بهيدا الملف مع علي الوزير شرف الدين من شو بيحذر وشو بيقول للخارج والداخل يلي عم بعرق لهيدا الملف للخارج يقول ارفعوا أيديكم عن لبنان ونفضوا إيداكم من اللي أنتوا أوصياء عليهم خلوا يكونوا أصحاب القرار ويحملوا مسؤولية بالنسبة للداخل مطلوب من رؤساء الكتاب أنا مع الحوار بالبرلمان ولا برناتو البرلمان أنا مع وضعهم في قاعة مغلقة مثل ما بيعاملوا بالفاتيكان ما بتطلعوا من القاعة المغلقة إلا ما يطلع الدخان الأبيض لأنه إحنا عم ندفع التمن كمواطنين كشعب بلد عبينهار تحملوا مسؤولية يتفضلوا ويتوافقوا ويحطوا حطوا معايير 6-7-10 معايير مطلوب رئيس يحكي بالنازحين بشكل جد مطلوب رئيس يحفظ حقوق المودعين مطلوب رئيس يشتغل على الأزمة الاقتصادية بشكل موضوعي يحطوا عنوين اللي مؤهل أكتر يتفضل نعم فيه رجال دولي ينجحوا بالبناء ولي المعرقلين خاصة بملف النازحين بالوقت الحالي شو بتقولون كمانا المعطلين نعم يتنحوا من الوزارة يفسحوا مجال للوزير بالإنابة يكفي ما بده شي نعم اللي خايف يفوت بهيدا الملف وعب يتنحى يتنحى كلين عن الوزارة لأنه ملف النازحين هو موضوع أساسي نعم يتنحى كليا معزور فيه وزير بالإنابة قالك أنا وزير هجرين إذا أنا بتنحى وبنسحب وزير الصناعة بيجي محلي بيكفي نفس الشي مع كل وزير والله يسهل مش رحية برأيك مش رح يواجهوا نفس الشي نفس التهديدات نفس الاملاءات الخارجية رح تجي عليهم كمان بدي يواجه نفس الشي بس بترجع لشخصيته أنه يتأثر أو ما يتأثر بيكون ضعيف من ضعفاء النفوذة بيكون بيكون شهمه وطنيه بيوقف وموجودين بالخارجية موجودين